بابا عبده جاي مع أهلنا معلومة حلوة تخلينا نفهم حاجة حلوة جميلة ما أجمل وما يعطينا يغريز العلم فينا ينير لنا الدور ويدخل فينا السرور حيكون معنا طول الشهر هو ولجين في صحبتنا السلام عليكم يا بابا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بابا أنا عايزة فنوس حاضر يا لجين أكيد طبعا حاجبهولك بس تعرف إيه قصة فنوس رمضان وليه دايما هو مربوط بشهر رمضان لا يا بابا ياردت قوله فنوس رمضان من أشهر رموز شهر رمضان وهو جزء لا يتجزأ من مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم بس عايزة أقولك إيه أصل وحكاية فنوس رمضان زمان في بداية الإسلام كان المسلمون الأوائل بيستخدموه كوسيلة للإنارة وهم راحين للمسجد وفي قصة تانية بتقول إن الخليفة الفاطيمة كان بيخرج للشوارع ليلة الرؤية عشان يشوف إليه شهر رمضان وكان الأطفال بيخرجوا معاه عشان ينوروا للطريق وكان كل طفل فيهم بيشيل فنوس وكان الأطفال بيغنوا مع بعض أغاني جميلة يعبروا بيها عن سعادتهم وقصة تانية بتقول إن أحد خليفاء الفاطميين أراضي إنه يريق شوارع الكاهرة طول ليالي شهر رمضان فأمر كل الشيوخ المساجد بتعليق فوانيس بيتم إضاقتها عن طريق شموع بداخلها وقصة رابعة إن خلال العصر الفاطمي لم يكن يسمح للنساء بترك بيوتهم إلا في شهر رمضان وكان بيسبقهم غلام بيشيل فنوس علشان ينبه الرجال بوجود سيدة في الطريق علشان يبعدوا عن الطريق ده وأيا كان أصل الفنوس حيفضل الفنوس هو رمز خاص لشهر رمضان وبالذات في مصر وفضلة العادة دي يا لوجايم تنتقل من جيل إلى جيل وكل سنة قبل شهر رمضان كل الأطفال بتبقى عايزة تشتري فنوس زي كده يا لوجايم من أول ناس عرفت الفنوس يا بابا أول ناس عرفت الفنوس هم المصريين وده كان يوم دخول المؤزل دين الله الفاطمي مدينة الكاهرة وكان جاي من المغرب وده كان يوم خمسة رمضان سنة 358 هجرية والمصريين خرجوا في موكب كبير جدا كان فيه رجال ونساء وأطفال علشان يرحبوا بالمعز اللي وصل بالليل وكانوا شائلين الفوانيس الملونة عشان ينوروله الطريق وبقت الفوانيس منورة طول الشهر ومن ساعتها أصبحت إنارة الفوانيس في الشهر الكريم عادة بالتم كل سنة هو الفنوس ده اللي وجود في مصر بس؟ لا طبعا يا لوجايم مع مرور الزمن انتشرت فكرة الفنوس إلى أغلب الدول العربية واتطور شكله بداية لما كان فنوس صفيح وجواه شمعة وبعد كده تطور إلى بلاستيك بألوان مختلفة ولامبة جواه ببطارية إلى أن وصل شكله متطور الآن إضاءة وحركة وموسيقى شكرا يا باب على معلمتك يا جميلة بس يريد ما تنساش تجيبلي فنوس حاضر يا ستة على طول حاجبهولك طبعا موسيقى